السلام عليكم انا امل صالح ودي قناتي الكروشية ما تنسوش تشتركوا فيها واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد النهاردة هنعمل مع بعض القلب الجميل ده شيء جدا وسهل قوي 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 على قد ما تدخيله ينفع تحطيه على طوب او سورتات او ينفع تستخدمي كجيب انك تحطيه على الى يعني لو عاملة كاردي او لو عاملة بلوزة تمام انا استخدمت فيه لونين من الخيط زي ما انتوا شايفين لون البيزيك ولون بتاع الحرف واستخدمت ابرى اربعة ونص تمام بتستخدمي اي نوعين خيط يكونوا نفس السمك تمام انا الخيط البيزيك الاساسي دوت كان عندي فوليا تمام والخيط التاني اللي هستخدمه تقريبا كان اليزابيركيوم وهما الاثنين كانوا نفس السمك تقريبا تمام انا القلب ده عموما هو انا عامله لان انا هستخدمه في طائية بعد كده هنزل لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله بعد وعلى طول فحبيت ان انا عشان اوفر في الوقت الطائية انه انا اعمل لكم القلب في فيديو منفصل انا اركزوا معي بقى لانه ده هو سطرين هو عبارة عن سطرين مش اكتر والكنار هو السطر التبلت تمام فاركزوا معي احنا هنبدأ الاول كده هنعمل اول سلسلة خلاص معي كده سيبها محوية شوية عشان لما ابقى اوصل لها خلاص كده او مجيش اديها جيمة كده خلاص وبعدين هبدأ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر تمام اتناشر تلاتاشر تمام هعمل تلاتاشر سلسلة بعد كده هبدأ بقى انه انا هعمل الارتفاع ادي واحد اتنين تمام وهبدأ في تالت سلسلة معي يعني انا عملت الارتفاع سلسلتين خلاص هدخل في تالت سلسلة هعمل ادي اول عمود بلفة معي تمام كده وبعد كده تاني عمود بلفة في نفس المكان ماشي تاني عمود بلفة تمام خلاص يبقى احنا كده عملنا تلات عمويد لان الارتفاع ده محسوب معي هبدأ بعد كده همشي فياق السلسل او هعمل فوق كل سلسلة عمود بلفة ادي واحد اتنين ادي تلاتة تمام يبقى انا عملت التلاتة التزايودي في نفس المكان وبعد كده عملت تلاتة عمود بلفة فوق كل سلسلة عمود بلفة ادي بعد كده هبدأ اتنو انا هعمل ادي اول عمود وخليه معي تاني عمود ومش اخلصه كله وخليه معي تالت عمود بنفس الطريقة خلاص بعمل خمسة عمود بلفة تمام اهو انا عملت التلاتة هعمل ادي العمود الرابع ده علشان اعمل البوز بتاع القلب او اللي هي الحتة المدببة دي خلاص ادي خمسة عمويد هاخدهم مع بعض كلهم كده خلصهم تمام وهقوم جاية هشتغل بعد كده بقى تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين ادي تلاتة تمام كده اهو انا عملت تلاتة وبعدين الخمسة عمويد وهنا تلاتة وبعدين التزايد هنا بقى في السلسلة اللي هي الاخيرة هعمل العمويد اللي هي التزايد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لسا هعمل الخامس اهو ستة هعمل كمان واحد خلاص كده يبقى كده ستة تمام هبدأ بقى انه انا همشي قصد كل عمود عمود ايه دي اول عمود بعد ما خلصت اتزايد تمام ادي واحد اتنين تمام تلاتة اربعة خدوا بالكم من العمويد انا فوق مشيت تلاتة هنا همشي خمسة عمود بلفة بعد ما اعمل التزايد اهو عملت خمس عمويد هاجي بقى في العمود السادس خلاص اهو بصوا في العمود اللي بيبقى في نص العمويد اللي احنا لمناها مشي احنا لمنا خمس عمويد في العمود اللي في النص فاهميني اهو بصوا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس العمود بقى اللي في النص ده هو ده اللي انا هعمل فيه التزايد معايا كده تمام ادي اهو بعد ما عملت التزايد وخلصتهم مش ادي واحد اتنين تلية رباها ادي خمسة خلاص كده هبدأ ده بقى العمود ده هو اللي انا هعمل فيه التزايد كله فاهميني عشان الم او عشان اعمل المحور بتاع القلب يعني ادي اعملت ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة كل ده في نفس المكان تمام تلاتة هنعمل بقى اربعة وعايز اوضح لك حاجة بدل انت لمتي خمسة عمويد بتعملي تحت خمسة تزايد معايا كده لمتي تلاتة بتعملي تلاتة كده طيب بعد ما خلصت الخمسة عمود بلفة همشي خمسة عمود فوق كل عمود عمود ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة شوفو احنا من الاول مسكين الخيد ده معينا عشان يبقى التأفيل تمام اهو خلصنا الخمسة عمود بلفة هبدأ دلوقتي ان انا هكامل التزايد اللي انا كنت عمل انا كنت عملت اول تلاتة عمود فهدخل هنا بقى اعمل تلاتة عمود بلفة في نفس المكان اللي هي في اخر سلسلة ادي واحد ادي اتنين عملت عمودين هعمل العمود التالت تمام كده اهو وهقفل عندي بالطريقة دي تمام كده ده اول سطر معينا انا ماشي معاكم كله خطوة بخطوة اهو تمام هنبدأ بقى ان احنا هنعمل السطر التاني انا عايزة افهمكو اللي هنعمل التزايد ازاي اهو بصوا عايزة اقولكو ان احنا عند التزايد اللي هنا هنعمل ادي احنا عندنا ستة هنعمل في اول واحد اتنين تزايدي وفي تاني واحد اتنين تزايدي في التالت والرابع هنعمل تلاتة تزايدي تلاتة وتلاتة وبعد كده اتنين واتنين فاهميني يعني الستة عمويت اللي احنا هنعملنهم تزايد هيبقى اتنين تزايد واتنين تزايدي تلاتة تلاتة اتنين اتنين فاهميني تمام كده اهو سواء من هنا او من هنا طيب حيث ان انا دايما زي ما قلتلكم ببدأ الارتفاع اللي هو سلسلتين انا طلعت بالارتفاع اللي هو سلسلتين عايزة فاهمها لكو بقى بصوا انا اتزايد عندي احنا ادي واحد اتنين تلاتة ادي اربعة اهو العمود اللي هو الارتفاع ادي خمسة ست فعشان انا مرتفعة بالعمود اللي هو سلسلتين فدخل في راس العمود اللي بعضه فالمنطقة دي هعمل فيها الخمسة عمود على بعضه يعني انا كان مفروض في العمود التالت والرابع بعمق هعمل تلاتة عمود في العمود التالت او في العمود ده مفروض هعمل فيه تلاتة والعمود اللي جنبه ده هعمل فيه اتنين فعشان احنا نضمين الابرة وعملين الارتفاع سلسلتين تمام هعمل في المكان ده خمسة عمود بلف تمام اتمنى تكون الشرح في الحتة دي واضح خلاص لو انت عامل الارتفاع تلاتة عمود بلف تلاتة سلسلة خلاص هتدخلي في السلسلة التالتة تعملي تلاتة عمود بلفة وفي العمود اللي جنبها اتنين عمود بلفة تمام اللي متابعني وعارف طريقتي في الارتفاع هيبقى فيهم اللي انا بقوله تمام كده وبعد كده بعد ما عملت التزايد ده هعمل عمود واحد بس بعد كده وبعد كده هياخد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام هسحبهم كلهم بابرة واحدة تمام وعلى فكرة ما بقفلش على الخيط كده لا انا باخد الخيطة دي وهدخل بيها اعمل عمود هو عمود بلفة واحد بس وبعد كده هبدأ التزايد تمام اهو ده بديت التزايد اهو هبدأ في اول عمود اعمل اتنين عمود تزايد هدي واحد اتنين اللي جنبه هعمل واحد اتنين اللي جنبه بقى ده تالت عمود هعمل تلاتة عمود بلفة هدي واحد اتنين تلاتة واللي جنبه هايبقى اتنين عمود تزايد ده العمود الرابع هايبقى اتنين عمود تزايد واللي جنبه اتنين عمود ده سايد ده الخامس والسايد سادي تمام خلاص هنمشي هنا بقى هنعمل سبع عمود بلفة ونفس النظام هتشوف العمود اللي في النص هو اللي هيتعمل عليه بتزايد هدي واحد اتنين انا مشيهم معاكو خطوة بخطوة جدا علشان خاطر محصلش ايه لخطة تمام بخلص العمود اللي انا بعملها دي هيبقوا سبع عمود بالزبط اي خلل اي غلط في العرقام اللي انا بقولها دي هتبنتي مش ماشي مزبوط تمام كده ده العمود السبع وصلنا بقى ان احنا هنعمل التزايد خمسة عمود بلفة برضو اهو تمام كده هزي نسلك الخيط بس تمام كده تمام هنبدأ برضو ان احنا هناخد السبع عمود بلفة تاني بعد ما خلصنا التزايد لما تخلصي السبع عمود بلفة هنبدأ نعمل التزايد اللي هو ايه اتنين عمود بلفة وبعدها اتنين عمود بلفة اهو خلصتوهم هنبدأ اهو ادي اول عمود في التزايد هبدأ اعمل فيه اتنين عمود بلفة اللي جنبه اتنين عمود بلفة اللي جنبه هنعمل تلاتة عمود بلفة اتمنى يا رب يكون الشرح يعني يوصل لكم تمام ونقفل بمنزلقة اهو وهنقطع الخيط بقى لان احنا كده ما عدناش محتاجين خلاص بحاجة تمام اهو شايفين جمال القلب بجد امر والله وعلى حقيقة احلى وسهل على فكرة وسريع جدا تمام ولو عايزة تعملي الدور تالت ورابع نفس النظام معايا كده اهو بتلمي خمسة من فوق وبتوسعي خمسة من تحت والدوران زي ما قلنا اه اخر ستة عمود بتعملي نفس الحوار تمام لو لقتي هيكلكع معاك ممكن تقليل التزايد ده بعض الدورين دول لان انا مش هبعرفة الخيط اللي انت بتستخدمي ايه تمام هنيجي بعد كده هعمل الكنار ده انا هنا استخدمت الخيط كان رفيع شوية فبعد ما اشتغلت الحبل هشتغلهم معاك ودول فكيتوا واشتغلتوا بالخيط الساميك شوية مهم انه انا هدخل الابرة كده وهشد الخيط كده بالطريقة دي ماشي وهنعمل هي غرزة الحشو العكسية اهو كده ساويني معلش اهو انا هدخل الابرة مش هدخلها بين العمودين لا هدخلها من تحت السلسلة على طول معايا مش عارفة مصممة ما تدخلش ليه كده وهبدأ اعمل ايدي سلسلة تمام وهقوم جاية دخلة من اللي قبلها مش من اللي بعدها واسحب وخلص الشغل هه هدخل من اللي جنبها اهو ايه من اللي قبلها واسحب الخيط يبقى معايا خيطين اخلصهم ادخل في اللي بعدها اهو في اللي قبلها واسدي اهو كده تاني ادخل في اللي قبلها سحبت الخيط اخلص الخيطين وهكذا هوجزة في منتهى السهولة والجمال وبتدي شكل طحفة خلاص كده وانا بعملها في فيديوهات كتير لان انا بحبها جدا اهو ماشي انا زي ما قلتلكم هو الخيط ده الرفيئة فانا هخلص بقى الكنار كله ونيجي عشان نقفل القلب مع بعض تمام كده عشان هما ده لقيته رفايا زي ما قلتلكم ده كان خيطه اسمك شوي اللي هو كينور بس يعني تمام هنخلصها ونرجع مع بعض اهو شوفوا الشكل بقى اهو بصوا ده الخيط التخين او الخيط الاسمك تمام انا جيتلكم بقى من عند البوز بتاع القلب ده علشان انا بزي ما قلتلكم هستخدمه للطقية فهيبقى فيه حاجة متعلقة هنا فهعمل بس وانا عند العمود اللي في النص هقوم جاي عاملة سلسلة وهكمل هعدي العمود اللي في النص مش هعمل فيه حاجة وهقوم جاي مكملة في اللي بعض فاهميني بس يعني هي ده الفراغ اللي احنا هنسيبه ان العمود اللي قبل العمود اللي في النص هقوم عاملة فيه غرزة وبعدين سلسلة وبعدين الغرزة اللي بعد كده في العمود اللي بعد العمود اللي في منتصف القلب وبنكمل عادي خالص من غير اي تزاد ولا تنقص ولكل غرزة بعمل فيها غرزة ايه من بتاعة الكنور تمام الغرزة الحشو العكسية هبدأ بقى ان انا هنظف الشغل واقفله بالطريقة دي تمام تدخلي بقى الخيوط توصليها لو عارفة مثلا ان ظهر القلب ده هيبقى زي الجيب كده يعني تمام ممكن تحطيله مثلا قماشة تبطنيه لو الخيوط دي مش هتبقى بينه فهتلزقيها او هتخيطيها معي على حسب ما انت هتستخدمي بقى تمام بالطريقة دي انا هخيطهم كويس جدا يعني هعقودهم مع بعض وبعدين هقوم جاية وصاها لصوع المون خالص تمام وده هدخله كده بين الخيوط اللي هي نفس اللون عشان ما يبنش طبعا الناس اللي متعودة على التقفيل خلاص الكلام ده بالنسبة لها بقى طبيعي احنا برضو بنراعي انه لسه فيه بنوتات جودات بيشوفونا تمام اهو تمام ده كده يا دوب لطيف بنقطع الخيط الزيق ده ماشي اهو تمام كده تمام هنيجي للقلب التاني انا برضو ايه هوريكو طريقة التقفيل غير طريقة التقفيل اللي انا عملتها هنا اهو بصوا ده كان فاضل معايا كده اه فانا ممكن امشي من تحت القفايد بتاعه اهو تمام سواء من اليمة دي او من اليمة التانية كده هنا كده اهو ادخلي من تحت الحاجات دي لو ابرة بقى ارفع من الابرة اللي انت بتشتغلي بيها ده هيبقى قلطف كتير معايا اهو بصوا وهقوم جاية واغدية بقى كده نمشي براح عشان ما يفلتش من تمام بس كده وهقطع الخيط لان انا بالنسبالي على فكرة ايه هو ده كله هيبقى متسبت في الطقية فاهميني هم باخد قلطة اسبته برضو بغرزة كده تمام وعم جاية قطع الخيط بالطريقة دي ماشي ايا كان التقفيل بتاعك لازم يبقى شكله حلو وشيك تمام وبكده خلصنا القلب معينه اتمنى يا رب انه يكون عجبكم لو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد واستنون الفيديو الطائية بأمر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة